موسيقى خلال لقائي رابطة رجال الأعمال القطريين الرئيس السيسي يشيد بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين موسيقى الرئيس السيسي يشهد اطلق الملتقى والمعرض الدولي الأول لصناع ويفتتحه عددا من مشروعات مبادرة إبدا موسيقى روسيا تتام بريطانيا بتسببي في تسريبات خطي غاز نوردستريم ببحر البلطيق أسهل سامساء في القاهرة الوحيدة بتوقيت جريندج نصرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أعلى بكم موسيقى موسيقى أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين وخلال لقائه ممتل رابطة رجال الأعمال القطريين على هامش المشاركة في اطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول لصناعة أعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بتجدد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين بعد لقاء سيادته ما هم في الدوحة مؤخرا بما يعكس روح تعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيدة رئيس أشهد بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة والدوحة خلال الفترة الماضية موضحا ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة من جانبها أكد رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين الشيخ فاصل فيصل بن قاسم الثاني تطلع لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر فيما أكد رؤساء وممثل الشركات القطرية ترحبهم بتكتيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين وجه السيد رئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين لمدة ثلاثة أشهر لكل من يتقدم لها دون تحديد أرقام معربا عن تمانياته ببزل كل الجهود المطلوبة مع المستثمرين لتنفيذ هذا الالتزام وخلال كلمته بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول لصناعة شدد رئيس السيسي على الرغبة في تزليل جميع العقبات أمام قطاع الصناعة ومؤكدا أهمية دعم العمالة بالقطاع الخاص بكل السول الممكنة نحن المفترض أن نعمل عمل مؤسسي يا دكتور مصطفى والتجارة والصناعة موجودة وكل الناس موجودين للحكومة نحن ندي الرخصة دي كده لكل المتقدمين لمدة ثلاث شهور ونشوف الدنيا اعتبارين بس أرضو أن إحنا يعني وإحنا بنعمل ده وإحنا بنتحرك التحرك الكبير ده وبنفتح الباب قوي على آخره يعني تعرف أنه قليات العمل والحوكمة يعني مش زم إحنا هزين في مصر فبرضو إحنا هو السبب في وإحنا كلمنا كلامنا في المؤتمر اللي فات يعني أن اللي أنتو بتعانوا منه إحنا مش عايزينكوا تعانوا منه لأن إحنا يهمنا في الآخر قصو ليش أنتو إحنا لإحنا كلنا مع بعض ويهمنا طبعا يهمنا نتطلع قدام لكن على كل حال ثلاث شهور الرخصة الزهبية لكل من يتقدم أنا مش حدده برقم دكتور مصطفى ولكن أرجو أن إحنا نبذي الجهد شوية مع المستثمرين لأن إحنا ننفذ الالتزام ده لمدة ثلاث شهور ونراجع لو الأمور مشت كويس ولنا حجم الإنجاز يعني كان مشجأ نقدر نفكر إن إحنا نستكمل كده ثلاث شهور تانين ولا لا أو نقول طب نخلق نرجع للنظام الأقديم اللي إحنا اللي هو الرخصة الزهبية لدكتور مصطفى فإحنا هندي ثلاث شهور بالطريق شكريا فاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على تحقيق كافة أشكال الاستقرار ومن بينها الاستقرار في أسعار التاقة والتي كانت لترتفع في الظروف العادية لو لا تدخل الدولة بدعمها أضاف الرئيس السيسي أن التحديات والأزمات تولد فرصا عظيمة وأن توطين صناعة يضمن استمرارية المنتجات وعدم تأثرها بتحديات أنا هدف اللي بقوله ده لكل الحاضرين دلوقتي موجودين معنا هنا من رجال الصناعة واللي إحنا بنقول إن إحنا بيعاش عندنا وقت نفقده أكتر من كده في الدراسات في الموضوعات المحسومة في الموضوعات المحسومة أنت تفتكر في حد حياخد طاقة أرخص من الطاقة اللي أنت تأخذها في مصر بجد غاز أو كهرباء أنت عرف أن لو سعرت الكهرباء النهاردة على التسعير الحقيقي ممكن تتضرب الرقم اللي بتدفع دلوقتي عشر مرات يعني وده مش هيحصل حرصين على الاستقرار استقرار كل حاجة أنا مش بقول كده برضو تاني عشان اللي بيسمعوني بس أنتو بتضيعها وقت كتير قوي أنتو بتضيعها وقت كتير قوي فرصة كبيرة جدا وأتصور إن أي تحدي موجود عندنا دلوقتي في مصر وخلال السنين اللي فاتت كان أنا أتصور إن التحدي بيولد فرصة بيولد فرصة مش بيولد عقبة زي ما نسمى التصور لا والله التحدي بيولد فرصة والأزمة بتولد فرصة لو إحنا كان عندنا عندنا الإرادة والاستعداد كما أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي استعداد الدولة للشراكة مع المستثمرين بمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ وخلال افتتاح المعرض والملتقى الدولي الأول للصناعة أشار السيد الرئيس إلى استعداد الدولة للدخول بالشراكة مع مبادرة ابدأ بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 50% بهدف تشجيع رجال الصناعة في مصر وطمأنتهم والوقوف بجانبهم بقول لكم وكلكم يلي حتشتغلوا في إبدأ أنا مستعد أخش معكم بالنص أتكلم بجانب أتكلم بجانب بس هو عادي فتكنا أنا أخش معكم بالنص يا دكتور مصطفى عشان عايز أخش معك يعني لا عشان أشجعك أنك أنت تبقى متطمن أن فيه جزء من المخاطرة الدولة معك فيه والله أنا بحلب بالله الهدف من اللي أنا بقوله ده ما فيه هدف منه غير أن أنا أشجع رجال الصناعة في مصر وكل من هو محتاج يتحرك معنا أقول له اتطمن أنا معك عايز نخش معك بكام 30% أهم 50% أهم أكتر من كده أنت حر بس أنت لازم تجيل شغلك كما شدد رئيس سيسي على أن أزمة الدولار كانت كاشفة وأظهرت ضرورة التحرك الفعلي لتحقيق مزيد من الانتاج لتغطية الطلب المحلي قبل استهداف التصدير وأوضح رئيس سيسي أن القطاع الحكومية عملوا على إنجاز كل ما يمكن إنجازه في أسرع وقته لخدمة المستثمرين والاستثمار بشكل عام موضوع أزمة الدولار كاشفة يا جماعة وبتقول لنا إن إحنا لابد إن إحنا الفاتورة بتاعت الدولار بتزيد علينا سنة بعد سنة ومش بتجاب بيها سلع ترفيهية ده تطور للإقصاد المصري يا دكتور مصفة والتطور ده إن ما كنش إحنا نقدر نسابق الوقت ونحقق إن جزء منه يتحول لفرصة لنا بأن أنا أنت جزء كتير أو جزء كبير من المستلزمات والمنتجات اللي بنجابها من بره منها أزود الناتج المحلي وإحنا نقول لكلام ده قبل كده منها إن أنا نشغل عمالة مصري أشغل ده في مصر ثم الحاجة التانية طب ما دي حفيها عوايد يعني للضرائب وكلام اللي هو اللي ترتب على التجريل يعني وبعدين أنا ما بقول لكمش أبدا في أي مشروع دلوقتي استهدف التصدير بس لا استهدف أنك تغطي الطلب في مصر ترجمة نانسي قنقر هذا وقد افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس عددا من المشروعات ضمن المبادرات الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ تضمنت المشروعات التي افتتحها السيد الرئيس خلال فعليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول لصناعة مجالات انتاجية متنوعة لتغطية الطلب المحلي وتصدير إلى الخارج بما يعزز من الاقتصاد القومي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ما يعبر الهاتف الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى بعد التحية تابعنا اطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة كيف ترى هذا المعرض ومدى دعمه لهذا القطاع الحيوي مساء الخير لحضراتكم هو طبعا رسالة واضحة جدا من فخامة الرئيس باهتمامه بتوطين الصناعة المصرية النهاردة صحيح هو الملتقى الأول والمعرض الأول للمبادرة الأساسية وطبعا ده بيدل على ان فيه تكامل للرؤى حوالين العديد من دخول استثمارات جديدة في تكنولوجيا وايضا للتصنيع وتمكن نسبة رفع المكون المحلي في الصناعة والنهاردة السيد الرئيس منح يعني زيما بيسمى قبلة كبيرة جدا للمصنعين بإصدار ان الترخيص تكون ثورية لمدة ثلاثة شهر ومتبعتها من الجهات المعنية ده أمر في غاية الأهمية للتيسير على التصنيع وايضا الترخيص وايضا كل مشغلات الصناعة طبعا نعلم جيدا ان الصناعة دي من أهم الأمور اللي الدولة بتولي لها اهتمام بترفع نسبة المكون المحلي بتزيد حركة التشغيل فتطلب يد عاملة كبيرة بتوفر عملة أجنبية وبتزيد من حركة التصدير والتنافسية أعتقد علشان كده استيد الرئيس النهاردة كان لي عدد من الرسائل والمناقشات مع رجال الصناعة وان شاء الله يا رب يكون هذه الأمور في أقصر وقت ممكن للتحرك داخل قطاع الصناعة من بين هذه الرسائل دكتور تأكيد الرئيس أن عملة القطاع الخاص مهمة للغاية ووجه أيضا بشكل مباشر بدعمها بكل السبل كيف ترى هذا توجيه خلينا نقول أن الشغل الشاغل في الدولة المصرية حتى بالقيادة السياسية هي العملة والتشغيل وحياة المواطنين نعلم من يومين فقط يومين عمل يعني الدولة والقيادة السياسية دعمت بفرص تمويلية أو حزم تمويلية للدولة بزيادة المرتبات 300 جنيه وزيادة المعاشات وأيضا شوفرت من السياسة النقدية زيادة في حركة الشهادات والنهاردة كمان السيد الرئيس بيشارك مع رجال الصناعة بأن هم بيوعدوا أن يكون فيه تحسن في الأجور الخاصة بالعملة المصرية وخلونا نقول أن كلما تحسنت وضع العملة وكلما أتيحت فرص العمل كلما زاد مصدر الدخل وهو ده الأمر اللي في غاية الأهمية لحيث نحن كلنا بنشتغل عليه أن يكون فيه زيادة في الاستثمار زيادة في المجهود لتوطين الصناعة أعتقد هو ده اللي بيفتح أبواب العمل والمجهود والرزق لكل الناس نعم وتوفير فرص العمل مهم أيضا مبادرة إبدأ كيف تراها في هذا التوقيت مدى مساهمتها في توفير فرص العمل وأيضا دعم الصناعة الوطنية بما أنها تتفاعل أيضا مع المصانع المتعترة هو بكل تأكيد طبعا هو تم عام يعني تم فات سنة على بداية نشأة المبادرة بشركة إبدأ وطبعا ده باين أن فيه مجهود فيه حصل حراق داخل مجتمع الصناعة ومجتمع رجال الأعمال طيب ما شفنا النهاردة فيه نمازج نجحة جدا طلعت أمام العين كل المشاهدين الكرام وتحدثوا عن تجربتهم وأدقيه أن شركة إبدأ والمبادرة دي ابتدت ليهم يعني مزيد من جرعة تمويل وجرعة المشاركة مع العديد من الدول مثل اليابان والصين وتيوان وإيطاليا وتركيا لتوطين الصناعة يعني بقى فيه حراق للأفقار إزاي يدمجوا حركة التشغيل بمنتجات أجنبية مع منتجات مصرية علشان يكون فيه زيادة في المكونات المحلية أعتقد ده بيحتاج صحيح مجهود زيادة ولكن التجربة نجحة الحمد لله زي ما احنا شفنا النهاردة وحتى رسيد الرئيس النهار علق على أكتر من حاجة أنه فيه دراسات جدوى فعلا فيه احتياج سريع لتشغيلها زي مكونات الأدوية ومستلزمات الإنتاج اللي ممكن استيد الرئيس وعد أنه ممكن يتخش الدولة شريك مع القطاع الخاص لزيادة الطمأنينة والحد بن المخاطر ويعطي ثقة كمان للمستثمر أنه النهاردة ما فيه تشكيك فيه الدولة أنها بتفتح زراعيها لتوطين الصناعة نعم صحيح والدولة طالما أكدت ممثلة بالطبع في القيادة السياسية وجميع مؤسساتها أن القطاع الصناعي هو خط الدفاع الثاني عن مصر إلى أي مدى هذا توجه أثبتت الأزمة الاقتصادية الحالية أنه شديد الأهمية هو طبعا خلينا نقول فندم التجربة بوضحة إن الحمد لله كل يوم مصر بتثبت أنها بتثير بتوطين الصناعة وتوطين الزراعة وتوطين زيادة الخدمات نحن في مصر الحمد لله بنشوف العديد من المشروعات القومية القبرى اللي هي كمان بتخدم عليها بعض من الشركات اللي تمت النهاردة مثل المبادرة أو التشغيل في مصانع للترمبات الكبيرة اللي دخلت لحياة كريمة بعدد من المشروعات الأخرى في القطاع الخاص اللي مدت يدها لزيادة التوطين الصناعة فابتد يكون عندها زيادة في الانتاجية فابتد يخش عندها زيادة في التنافسية هذه السلسلة من المحركات اللي بتدور داخل مصر الحمد لله وزي ما احنا شفنا منذ ثلاثة أيام فقط لغير مؤتمر اقتصادي كبير داخل مصر النهاردة بيتحقق خطواته وفيه وضوح أمام الأعين الناس إن فيه مكشفة ومصرحة حوالين إزاي مصر بتوطن الصناعة وقد إيه إن فيه عندنا فرص للمستثمرين الأجانب مصر بتلب رغبات كثير من رجال الأعمال والمصنعين حتى المؤسسات الدولية أعتقد إن حرص مصر على حماية المجتمع بزيادة التشغيل وزيادة التصنيع هو ده الشغل الشاغل إن يكون فيه عندنا دستور العمل، الإنتاج، زيادة التوعية للمجتمع المصري بتحسين قدراته عن إن يكون مجتمع مشغل وليس مجتمع مستهلك نعم، أشكرك جزيلا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي وخلال فعليات الإعلان الرسمي عن انتلاقي شركة إبدأ لتنمية المشروعات أعلنت مؤسسة حيا كريمة والمبادرة الوطنية لتطوير صناعة المصرية إبدأ انتشار متطوعيها في مختلف محافظات الجمهورية تعد مبادرة إبدأ بمسابة الضمان للسدامة التنمية الشاملة في مشروعات المبادرة الرئاسية حيا كريمة حيث تعمل مبادرة إبدأ على التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجا وتمكنهم اقتصاديا لاستدامة تنمية مجتمعتهم في كل محافظات الجمهورية كما تقوم على توطين الصناعات المصرية بعد دراسة الفرص الاستثمارية بالمناطق المستهدفة هذا وتواصل دولة العمل على النهود بمختلف القطاعات الحيوية داعمة للاقتصاد القومية ومن بينها القطاع الصناعي ويشهد القطاع الصناعي طفرة كبيرة على صعيد الدعم الحكومي المقدم والتسهيلات الممنوحة لتحقيق المستهدافات المرجوة من القطاع تحديات كبيرة وأزمات متلاحقة يشهدها العالم خلال الفترة الرهنة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وما ينبثق عنها من عوائق على مستوى الانتاج وارتفاع الأسعار في العالم من هذا المنطلق فطنت الدولة المصرية ومنذ سنوات لأهمية دعم القطاع الصناعي بكل ما يلزم لتطويره بما يتواكب مع أحدث ما يشهده المجال وإنجاح بما يعود بالنفع على المصنعين والمستهلكين والاقتصاد القومي ككل اهتمام الدولة بقطاع الصناعة تمثل في عدد من الإجراءات من بينها لاستمرار في تمويل بعض المبادرات كتحمل الخزانة العامة أعباء خفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية بتكلفة سنوية تقدرية تبلغ نحو خمسة مليارات جنيه علاوة على التزام الحكومة برد الأعباء التصدرية المتأخرة وتأتي عملية توطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي ضمن أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الدولة من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية وفي هذا الإطار عملت الدولة على حصر البنود الجمركية التي يتم العمل على تصنعها محلياً وإتاحة فرص استثمارية أمام مجتمع الأعمال كبدائل عن الاستراد إلى جانب دعم القطاعات في الصناعات الصغيرة بأكثر من 6 مليارات جنيه سنوياً بالإضافة إلى إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات وتسهيل إجراءات التخصيص والحصول على الوحدات الصناعية بهذه المجمعات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 كان بمثابة منصة فعالة لمزيد من الاطلاع على احتياجات القطاع الصناعي ومساعدته على تحقيق المستهدفات المرجوة وهو ما تحقق من خلال ما خرج به المؤتمر من توصيات من بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهدف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي وتسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية إذن هي حلقات متواصلة من نهج حكومي واضح بتوجهات من القيادة السياسية لمساندة ودعم احتياجات القطاع الصناعي الذي طالما كان ومزال العمود الفقري لنهضة الأمة وضمانة لمستقبل تنشده الجمهورية الجديدة قالت وكالة مودز الدولية لتصنيف الاعتماني إن الانفاق مع صندوق النقد الدولي يعزز فرص التمويل لمصر وأوضحت مودز أنه من المحتمل أن يؤدي حصول مصر على برنامج صندوق النقد الدولي إلى إضافة 6 مليارات دولار إضافية للدخل الرسمي بما يصهم في تلبية احتياجات التمويل السنوية للحكومة بنحو 10 مليارات دولار نظمت القوات المسلحة دورة تدريبية مشتركة بمعهد المهندسين العسكريين مع الجانب الألماني للعناصر المشاركة ضمن قوات حفظ السلامة واعتضمنت دورة تدريب عناصر المهندسين العسكريين القائمين بتنفيذ مهام البحث والتفتيش عن العبوات الناسفة وذلك من خلال المحاضرات النظرية والعملية لأحدث أساليب التعامل مع العبوات الناسفة واختتمت الدورة بتنفيذ استعراض لما تم من أنشطة خلال فترة التدريب التي عكست مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة في التدريب من مستوى راقن يأتي ذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والألمانية في العديد من المجالات العسكرية وفي إطار حرص القيادة العمل القوات المسلحة على الارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السهر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 477 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 109 أطنان من المواد الغذائية وغير الغذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلع على السلع المدعومة تم دبط قرابة 62 أطن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السهر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم دبط قرابة 47 أطن أما في مجال قضايا المخابز فقد تم دبط 718 قضية من بينها 94 قضية خبز ناقص للوزن و104 قضايا خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال دبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم دبط 27 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 271 طن تعقد التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صلونا نقاشيا بعنوان أولوية الإنفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة يأتي ذلك في إطار اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقضايا الوطن والتي سيتم طرحها ومناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني المختلفة قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصلونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة طيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطنية وتبت مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية وصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سلسلة لقاءات للحوار الوطني حيث التقى وفد تنسيقية أهالي قرية الظهير الصحراوي بمركز وادي نطرون في محافظة البحيرة وبحضور عدد من النواب في جلسة النقاشية حول الحوار الوطني وخلال اللقاءات تم تأكيده على أهمية الحوار الوطني لدعم جهود الدولة في إتاحة الفرصة لجميع أطياف الشعب للتعبير عن أرائهم واحتياجتهم الناس مشتقة جدا ومبسوطة جدا وصعداء جدا لأننا نزلنا لهم وبدأنا نسمعهم كنواب لتنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين في الحقيقة طرحوا العديد من الهموم والعديد من القضايا والعديد من المشكلات التي بقى لها عشرات السنين المهم أن يبقى في حالة من التواصل ما بين التنسيقية والأهالي يمكن هذا في إطار أيضا الحوار الوطني وإن شاء الله نتمنى في القريب العاجل أن نشوف هذه القرى مخدومة بالشكل الإيجابي بالشكل اللي يسمح لهم من هم يعيشوا حياة كريمة في ظل الجمهورية جديدة إن شاء الله نحن النهاردة بننزل نسمع المواطنين كل المواطنين طلبتهم حاجة بسيطة جدا وسهل أنه يتم تنفذها بمتابعتهم ومتابعة السادة النواب أعضاء تنسيقية شباب الحزاب والساسية أعلن البيت الأبيض أن رئيس الأمريكي جو بايدن سوف يشارك في قمة الأمم المتحدة للمناخ كاب 27 المقرر أن تستضيفها مصر في السادس من نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ أضف بيان للبيت الأبيض أن رئيس جو بايدن سوف يشارك في قمة المناخ في شرم الشيخ وذلك ضمن جولة خارجية يقوم بها إلى مصر وكمبوديا وإندونيسيا ترجمة نانسي قنقر تتواصل في الجزائر الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري قبل انطلاق القمة المقررة في الأول والثاني من شهر نوفمبر القادم تأتي القمة العربية بالجزائر في توقيت هام نظرا للظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية المتلحقة وما يشهده العالم من أزمات سياسية واقتصادية وقع رئيس لبناني المتهية ولايته ميشيل عون مشروع قانون السرية المصرفية المعدل ليصبح قانونا في خطوة نحو الإصلاحات التي وردت في حزمة مساعدات لسندوق النقد الدولي وكان عون قبل يوم واحد من مغادرة قصر بعبد الرئاسي تحدث عن فوضى دستورية مرجعا تلك الفوضى إلى الشغور الرئاسية مع عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد وفي ظل حكومة تصريف أعمال يتهمها بأنها غير كاملة الصلاحيات ومن المقرر أن يغادر عون القصر الرئاسي في بعبد غدن قبل يوم من انتهاء ولايته التي استمرت ست سنوات أكد رئيس تونسية قيس سعيد أن الحريات في بلاده مضمونة ولكن لا مجال للتآمر على أمن الدولة وأشدد سعيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة وقال خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء رمضان وفقا لبيان رئاسة الجمهورية التونسية قال إن هناك العديد من القرائن والمؤشرات التي تدل على أن هناك من يسعى إلى ضرب الدولة في وجودها من خلال تطاول على رموزها والتعامل مع قوى أجنبية تتباهى بالتدخل في شؤون تونس والتعدي على سيادتها عودة إلى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقررة في الجزائر في الأول من شهر نوفمبر القادم ما ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري منذر أبو دوح من الجزائر منذر داني في الصورة فيما يخص الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري لهذه القمة المقررة في الأول والثاني من نوفمبر تحياتي إليك بداية تابعنا على مدار الأيام الماضية في الرسالة الخاصة بالعاصمة الجزائرية وما قامت به الجامعة العربية والقمى الجزائرية من السادات المقمى العربية منذ حوالي نصف ساعة تقريبا بدأ الاجتماع على مستوى الوزاري المصغر وهي ما يطلق عليه مجموعة الترويكا من سبع الدول بدأ الاجتماع يندي مناقشة الإسادات لنعقاد على مستوى الوزراء الخارجي العرب بعد ساعة تقريبا بطبيعة التحال هناك تحديات عديدة أمام هذه القمى العربية وما أطلقنا عليها قمة لم الشمل العربي بسبب ما تشهد من تحديات متنوعة على المستوى السياسية والاقتصادي أو الاجتماعي وعلى رأسها القضية الفلسطينية وهي القضية الأم بالنسبة لأشعوب العربية وكذلك قضية التدخلات في الأمن القومي العربي سواء التدخلات الإيرانية أو كذلك التدخلات الكرقية وتأثيرها على عدد من الدول العربية وما أثرت عليه ومحاولة توحيد الرؤى بين الدول العربية تجاه هذه القضايا كذلك هناك مناقشات حول النزاعات التي تحدث على الأراضي العربية في سوريا واليمن والليبيا وأهمية توحيد الرؤى وتحرك الدول العربية في المرحلة القادمة لمواجهة هذه المنازعات وكذلك وضع حلول على أرض الواقع في طبيعة الحال هناك اجتماع الآن ننتظر نتائجه وبعد ذلك سيؤقت اجتماع وزراء الخارجي العرب والذي سنتابعه عبر شاشة التلفزيون المصري وما ستتطلبه الأيام القادمة خاصة وأنه بعد غد إن شاء الله يوم الثلاثات ستنعقد القمة على مستوى الرؤساء العرب بطبيعة الحال السيد سامح شكري وزير الخارجي المصري يحضر هذا الاجتماع المصغر بمتابعة ومناقشة التحديات التي تتقف عائقا أمام الدول العربية أشكرك جزيلا شكري منذر أبو دوح مرسل التلفزيون المصري كنت معنا من الجزائر اتهم الجيش الروسي لندن بالضلوع في الانفجارات التي تسببت في تسريبات سبتمبر من خطيئ أنابيب الغاز نوردستريم واحد واثنين في بحر البلتيقة اللدين بنياء لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا وكتبت وزارة الدفاع الروسي على تالي جرام أن ممتلين من وحدة تابعة للبحرية البريطانية شاركوا في التخطيط والإمداد وتنفيذ العمل الإرهابي في بحر البلتيقة في الـ 26 سبتمبر وأشاروا إلى أن ذلك أدى لتخريب عمل خطي أنابيب الغاز نوردستريم واحد واثنين ذكر حاكم ولاية سيفاستوفول بمنطقة القرم أن القوات البحرية الروسية صدت هجوما بتائرة مسيرة في خليج سيفاستوفول بقر أسطول البحر الأسود وذلك في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا وأضف أنه لم يصب شيء في المدينة وما زال الوضع هادئا وتحت السيطرة وقال مسؤولون محليون أن العبرات والقوارب توقفت لمدة مؤقتة عبر عبور خليج سيفاستوفول أعلنت روسيا اكتمال عملية التعب الجزئية لنحو 300 ألف من جنود الاحتياط لديها مع نشر 82 ألفا في مناطق القتال يأتي ذلك في ظل استمرار واحتدام المعارك في أوكرانيا وزيادة دعم الغربي المقدم إلى كيابة مع دخول الأزمة الروسية الأوكرانية شهرات تاسعة لا يزال الصراع محتدما بين روسيا من جهة وأوكرانيا وداعميها من دول الغرب من جهة أخرى وفي وقت بدأ أن هناك تقدما لأوكرانيا على الصعيد الميداني أعلنت روسيا اكتمال استدعاء قوات من الاحتياط للقتال في أوكرانيا عملية التعبئة الجزئية التي أكملتها روسيا هي الأولى في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية وتضمنت إعلان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط وخلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أضاف شويغو أنه تم نشر 82 ألفا من المجندين الجدد في مناطق القتال في حين يواصل الباقون تلقي تدريباتهم الإجراء الروسي الخاص بعملية التعبئة الجزئية جاء في وقت حيوي بالنسبة للصراع مع أوكرانيا وفي وقت كانت تعلن فيه أوكرانيا عن مزيد من التقدم ميدانيا على حساب القوات الروسية في مناطق شرق أوكرانيا فيما تلوح في الأفق حاليا إحدى أهم معارك الحرب في جنوب أوكرانيا وتحديدا في مدينة خرسون التي تتحكم المنطقة المحيطة بها في المداخل البرية وإمدادات المياه إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لسيادتها في عام 2014 ومع دخول الطائرات المسيرة على خط الأزمة أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط أكثر من 300 طائرة مسيرة تابعة للجيش الروسي وفي المقابل تواصل روسيا التأكيد بشكل مستمر على استعدادها لاستخدام كل الأساليب المتاحة لحماية أراضيها وهو ما تفسره الأوساط الغربية على أنها تهديدات ضمنية باستخدام الأسلحة النووية أعلنت شرطة الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت 15 منطقة في دونساك على مدار الساعة الماضية مما أسفر عن وقوع إصابات بين سكان وتدمير منشئات وأضافت أن القصف أسفر عن تدمير يؤلحاق أدرار بخمسة مباني سكنية وروضت أطفال بينما أثبتت بقايا الانفجارات أن الروس استخدموا المدفعية وقذائف الهون وبحسب الشرطة فإن القصف المدفعية للقوات الروسية لا يتوقف في التجاه باخموت حيث تقدر الإشارة إلى أنه بمساعدة الشرطة تم إجلاء 321 شخص من سكان منطقة دونساك خلال يوم أمس فقط حتت الأمم المتحدة الأطراف الموقع على اتفاق توسطت فيه المنظمة الدولية وسمح باستئنة في صدرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود على تجديد الاتفاق وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك الضرورة الملحة للقيام بذلك للمساهمة في الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم وتخفيف المعاناة التي تسببها أزمة تكليف المعيشة لمليارات البشر في العالم دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتاريش إلى تمديد العمل بمبادرات حبوب البحر الأسود لتسهيل تصدير الحبوب والأسمدة الأوكرانية وروسية وأكد جوتاريش الحاجة الملحة إليها من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي العالمي والحيلولة دون تفاقم أزمة تكليف المعيشة في العالم أكد الأمين العام الحاجة الملحة لتمديد العمل أجل المساهمة في الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم والتخفيف من المعاناة التي تسببت فيها أزمة تكليف المعيشة العالمية لمليارات البشر أعلن مفوض العدل الأربي دي دي رايندرس تجميد نحو 17 مليار يورو من أصول كيانات روسية في الاتحاد الأربي في سبع دول أعضاء يأتي ذلك في أعقاب العقوبات المفروضة على روسيا ردا على تحركاتها العسكرية في أوكرانيا وقال المفوض أيضا إنه إذا كانت هناك أموال إجرامية صادرها لاتحاد الأوروبي فيمكن تحويلها إلى صندوق تعويضات لأوكرانيا ويطالب مسؤولون أوكرانيون باستخدام الأصول المجمدة لإعادة بناء بلدهم بعد الحرب أعلنت روسيا أن النشر السريع للأسلحة النووية التيكتيكية بي 61 والمحدثة الأمريكية في قواعد لحلف شمال الأطلسي في أوروبا من شان أن يخفض الحد الأدنى للانتشار النووي ولفتت إلى أن موسكو ستتخذ هذا الاعتبار في تخطيطها العسكري حيث تمتلك روسيا نحو ألفين سلح نووية التيكتيكية قيد التجريب بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 200 من هذه الأسلحة ترجمة نانسي قنقر أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناكا أنه يدرس تجميد ميزانية المساعدات الخارجية للبلاد عامين إضافيين جدير بالذكر أن الحكومة البريطانية قد خفضت انفاق مساعداتها الخارجية منذ عامين مع مواجهة المالية العامة ضربة قوية بسبب جائحة بارس كورونا أكد مكتب الإحصاء الوطني استعتى ارتفاع معدل التدخم في إيطاليا في أكتوبر من 11.9% على أساس سنوي وهو أهل معدل منذ مارس من عام 1984 أشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن أسعار التقر تفعت بنسبة 73.2% في أكتوبر مقارنة بزيادة بلغت 44.5% في الشهر السابق تواجه إيطاليا العديد من التحديات الاقتصادية مع ارتفاع معدل التدخم في أكتوبر 11.9% على أساس سنوي وهو أعلى معدل منذ مارس 1984 وفقا لتأكيد مكتب الإحصاء الوطني استات وهذا الارتفاع في معدل التدخم الذي كان 8.9% في سبتمبر مدفوع بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبط بالأزمة في أوكرانيا فقد ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 73.2% في أكتوبر مقارنة بزيادة بلغت 44.5% في الشهر السابق وفق إحصاءات استات كذلك استمرت أسعار المواد الغذائية في الاتفاع بزيادة 13.1% في أكتوبر مقارنة بـ 11.4% في سبتمبر وفي ظل هذا الوضع يتوقع بنك إيطاليا أن يرتفع معدل التدخم في المتوسط بنسبة 8.5% في العام 2022 قبل أن يتراجع مع استقرار أسعار الطاقة إلى 6.5% في عام 2023 و2.3% في عام 2024 هذا وقد يتسبب انخفاض تدفقات الغاز الروسي إلى القارة الأوروبية في دخول الاقتصاد الإيطالي في موجة ركود حادة خلال العام المقبل لذا خفض الاتحاد العام للصناعة الإيطالية توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 0 من 1.6% في توقعات أبريل الماضي من جانبها تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني بتقديم مساعدات إضافية للأسر والشركات التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار الطاقة علها تستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه اقترح رئيس الوزراء الأرمينية نيكال باشينيان على روسيا تمديد مهمة قوات حظ السلام الروسية في منطقة ناجرنو كرباخ المتنازع عليها بين أرمينيا وأدرابيشان وأعرب باشينيان عن استعداده للتوقيع على وثيقة لهذا الغرض في اجتماعه مع رئيس الروسي فلادامير بوتين والأدري إلهام علييف والمزمع يعقده يوم الاثنين القادم في سوتي وقال باشينيان إنه يعلن رسميا أنه مستعد لتوقيع على وثيقة في سوتي لضمان تمتيل قوات حظ السلام الروسية في ناجرنو كرباخ دون قيد أو شرط لمدة عشرة أو خمسة عشر أو عشرين عاما أفد شهود عيان بوقع انفجار بسيارتين ملغومتين استهدف وزارة التعليم السومالية في العاصمة مقديشيو وأدى إلى تهشمين وفذة في مبان قريبة وقال شهود العيان إن الانفجارين وقع بفارق دقائق عن بعضهم البعض هذا ولم يتضح ما إذا كانت حركة الشباب الإرهابية وراء التفجيرات الأخيرة أعلنت مدرية الصحة بالدقهلية إطلاقها تقافلة طبية داخل قرية بسار مركز ومدينة بلقاس بالدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرية حياة كريمة فتشمل القوافل جميع التخصصات وصرف الأدوية وإجراء الفحص الطبي للحالات المزمنة بالإضافة إلى تحويلها للمستشفيات لاستكمال العلاجة وإجراء العمليات الجراحية بالمجانة وتستمر لمدة يومين بالقرية المستهدفة لإجراء الكشف الطبي على أكبر عدد من المواطنين المستحقين وإجراء التحاليل والأشعة يوصل المجلس القومي للمرأة بضميات بالاشتراك مع قصور التقافة بضميات تنظيم فعاليات ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية في المحافظة تتمثل الفعليات في الجلسات والأمسيات التي تقام في قرى حياة كريمة وقد استقبلت قرية السوالن في مركز كفر سعد جلسة الحوار ضمن أمسيات الأسرة المصرية وتضمنت تورشة رسم إلى جانب مشاركة فرقة الألات الشعبية التباعة للمركز بفقرات متنوعة شهد الفريق أول محمد ذاكي القائد العام للقوات المصلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لاحتفال بتخريج الدفعة السادسة من المهد الصحي للذكور دفعة رقيب شهيد سعد إبراهيم عبد الجواد ودفعة الخامسة من المهد الصحي للإنات دفعة رقيب شهيد مصطفى العزب خليل العزب وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المصلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعددين من كبار قادة القوات المصلحة وألقى الفريق أول محمد ذاكي كلمة نقل فيها تحييات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائدة الأعلى للقوات المصلحة للخارجين الجدد وأسرهم موضحا أن أبناء القوات المصلحة وهيئة إمداد وتموين القوات المصلحة دائما ما يضربون القدوة والمثل في التفاني والعطاء وإنكار الدات للحفاظ على أمن الوطن وصوني مقدساته مشيرا إلى الدور الذي يلعبه التمريد في تقديم رعاية صحية متطورة للمرضى كما قام الفريق أول محمد ذاكي بتقليد أوائل الخارجين نوطى الواجب العسكري من الدرجة الثالثة الذي صدق على منحه لهم الرئيس السيسي تقديرا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخارجون يمين الولاء في إطار استراتيجية وزارات الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائب الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية وكذلك مواجهة الأنشطة غير المشروع التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أصفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 38 قضية بيع استوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبطات بلغت 2353 استوانات بوتاجاز وضبط 22 قضية مواد بترولية بمضبطات بلغت 446 ألفا و658 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 1167 قضية سلع غزائية وتموينية مستندية وعينية بمضبطات وزنت قرابة 3540 طن سلع غزائية وتموينية متنوعة وكذلك ضبط 5014 قضية مخالفة للمخابز بمضبطات بلغت أكثر من 121 طن دقيق بلدي كما تم ضبط أربع قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبطات بلغت قرابة 72.5 طن دقيقة وحوالي 21.5 طن سلع غزائية متنوعة وتم ضبط 2562 قضية في مجال البيع بأزياد من السعر للسلع الغزائية وغير الغزائية بمضبطات بلغت أكثر من 134 طن دقيقة وأكثر من 369 طن سلع غزائية متنوعة كما تم ضبط 75 قضية استيلاء على الدعم بمضبطات بلغت ما يزيد على 93 طن سلع غزائية متنوعة كما تم ضبط 6 قضايا في مجال البيع بأزياد من السعر لمواد البناء بمضبطات بلغت 148 طن أسمنت وحد التسليح كما تم ضبط 109 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول أرز الشعير لموسم الحصاد الحالية وضبط حالات التهريب بمضبطات بلغت أكثر من 1219 طن أرز شعير كما تم ضبط 236 قضية في مجال البيع بأزياد من السعر للسجائر بمضبطات بلغت 111 207 بوة سجائر وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصرية ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 641 ألفا وواحد وسبعين مخالفة مرورية متنوعة من بينها 228 ألفا و 688 مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3519 من قائدي المركبات تبين إيجابية عدد 183 سائق منهم كما تم المرور على 140 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 877 من سائق حافلات المدارس تبين سلبية جميع الحالات كما تم فحص 781 مركبة وتبين عدم مطابقة 222 مركبة لشروط الصلاحية الفنية كما تم رفع 354 سيارة و 58 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 72110 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 775 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1146 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 2666 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 2860 مخالفة ملسقات وضبط 31 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال الأمن السياحية نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2779 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 84156 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 65.534.176 جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 335 قضية من بينها 200 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و135 قضية في مجال جرائم المطبوعات وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 51 قضية بقيمة مالية بلغت 151.807.223 جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضربية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2604 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من مليارين وتسعمائة وثمانية وثلاثين مليون جنيها قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 3.420.195 جنيها وفي ختم النشرة لم يتبقى لنا سوى التذكرة فأمرز ما جاء فيها من أخبار خلال لقائه رابطة رجال الأعمال القطريين رئيس سيسي يشيد بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الرئيس سيسي يشهد إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول لصناعة ويفتتح عددا من مشروعات مبادرة إبدأ روسيا تتاهم بريطانيا بالتسبب في تسريبات خطي غاز نوردستريم ببحر البلتيق وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة عتتكم من التلفزيون المصرية شكرا لكم وإلى اللقاء